النهاردة يا صديقي جايب لك مجموعة جديدة من الاكواد هتقدر من خلالها تحلي مشاكل كتيرة جدا وكمان هتقدر اللي انت تحسن من اداء الهاتف بتاعك بدون روت ولا تطبيق بريفنت ولا شوزوكو بس طلب منك طلب صغير يا صديقي قبل ما نبدأ الشرح تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعمل لايك واشتراك في القناة لو انت منتاش مشترك ودفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد هسيب لك روابط الادوات المستخدم في الشرح في اول تعليق مسبت لا ما فيه سندوق الوصف ولو بتعاني من بطء الهاتف في الاستجابة هخليك تحل المشكلة دية ولو بيحصل معك سقوط فريمات هتنسى الموضوع ده تماما وهتفعل كمان وضع الاداء العالي وهتهيأ التليفون ليعمل بأعلى كفاءة ممكنة وكمان في اسكريبت المعالج الجي بيو هيحل لك مشاكل كتيرة جدا زي جودة الصورة وكمان تشبع الالوان ولو كمان التليفون بتاعك درجة الحرارة بتاعته بتاعنا هنحل كمان المشكلة دي تعال بقى نشوف الكلام ده هنطبق ازاي يلا بينا اول حقا كده يا صديقه هنبدأ نروح على مدير الملفات الخاص بي الجهاز بتاعنا وبعد كده هتروح على المكان اللي هتكون حملت فيه الادوات هتلاق عندك هنا ملف مضغوط هتبدأ اللي انت تضغط عليه ضغطه وبعد كده هتضغط على كلمة استخراج هنا هيبدأ اللي هو يفكلك الضغط عنه بدون ما تواجه اي مشكلة بعد كده يا صديقه هتبدأ اللي انت تفتح الملف ده او الفولدر هيبدأ اللي هو يجب لك التطبيق اللي هيحللنا المشاكل ديت على التليفون بتاعنا بدون روت ولا تطبيق شزوقه ولا كمان هنفعل تطبيق بريفين وهتلاق عندك كمان الفولدر ده دية الاسكريبتات اللي هنحل بها المشاكل ديت او الاكواد اللي هنحل بها المشاكل ديت تماما من على التليفون بتاعنا اول حقا كده يا صديقه هتبدأ اللي انت تثبت التطبيق ده وبعد كده هنبدأ اللي احنا نطلع من هنا هتلاقيه تسبت معاك بنفس الايكونة ديت هنبدأ نروح نفتحه هيبدأ اللي هو يفتح معاك بنفس الواجهة ديت هتدينه كل الصلاحيات بتاعته علشان يشتغل بدون ما تواجه اي مشكلة على التليفون بتاعك وهنا يا صديقي زي ما انتشايفين جايب لك هنا امكانيات التليفون بتاعك ملناش دعوة بيها علشان انا هنا يا صديقي بقولك لو التليفون بتاعك امكانياته ضعيفة جدا هتقدر تحل جميع المشاكل اللي بتواجهها اثناء استخدامك للالعاب اول حياة كده يا صديقي هنبدأ اللي احنا نعملها هنبدأ نروح على الثلاث شرطات اللي فوق دول وبعد كده هنبدأ اللي احنا نروح على الزاكرة الافتراضية وبعد كده هتبدأ اللي انت تفعل الاختيار ده والاختيار ده وبعد كده يا صديقي هتبدأ اللي انت تطلع من هنا هتروح على الاختيار اللي بعد منه هيفتح معاك بنفس الشكل ده وهنا يا صديقي عايزك تكون مركز انت عايز تعمل ايه عايز تاخد اداء كويس في الالعاب وبيحصل مثلا معاك بطء وانت بتستخدم التليفون في التطبقات العادية انت هنا لازما تكون عارف انت عايز تعمل ايه علشان تقدر اللي انت تاخد اعلى استفادة ممكنة من الاكواد دي ودية مش اكواد دية اسكريبتات هتبدأ اللي انت تطبقها على التليفون بتاعك علشان تاخد اعلى اداء ممكن في المشكلة اللي انت بتواجهها اول حقا كده يا صديقي عندك هنا وضع المتوازي اللي هو عليه ده اللي انتو شايفونه ده اللي هو متعلم عليه وبعد كده يا صديقي عندك هنا وضع الاداء والاداء ده تقدر اللي انت تزبط به الاداء التليفون بشكل عام انت واخد بالك من الكلام ده اللي انا بقوله لازما تاخد بالك منه لو انت بتستخدم تطبقات عادية هتبدأ اللي انت تستخدم وضع الاداء ده طيب لوانا البطارية بتاعتي بتخلص بسرعة والاداء بتاعها سيء جدا هعمل ايه هاختار هنا بوضع توفير الطاقة وهيبدأ اللي هو يستملك امور البطارية بتاعتك. طيب لو انا بقى راجل بحب العب الالعاب وعايز اداء عالي جدا على التليفون بتاعي هبدأ اللي انا افعل وضع ايجي منج. كلام واضح علشان كل حاجة من دول تقدر اللي انت تشوف الحاجة اللي انت عايزها وبعد كده تقدر اللي انت تطبقها. طيب احنا هنا يا صديقي عايزين ناخد اداء كويس ومحترم على التليفونات بتاعتنا في اداء الالعاب. انا هنه هسيبه على الجيمينج وبعد كده هطلع من هنا هضغط على الطلت شرطت دول وهروح بقى على ال اهم اختيار اللي هو الاختيار ده وده مدير الاسكريبتات. هبدأ اللي انا اضغط عليه كده يا صديقي هيبدأ اللي هو يفتح معك بنفس الشكل ده. هتبدأ لان تسحب من فوق كده. وهنا يا صديقي هتبدأ لانت تفعل الاختيار ده. عايزك بقى تركز معي يا صديقي في الكلام المهم ده. هنا يا صديقي هتبدأ اللي انت تضغط على الاختيار ده وبعد كده هتضغط هنا على الاختيار الاولاني هيبدأ اللي هو يفتح لك النفذة دي طيب النفذة دي هتا نبدأ نكتب فيها ايه هقول لك دلوقتي هبدأ اللي انا اطلع من هنا يا صديقي وبعد كده هروح على مدير الملفات وهروح على الفايل اللي فوق ده وعندك هنا يا صديقي كل حاجة موضحة قدامك اول اسكريبت معنا ده يا صديقي اللي هو بيفتح لك النواية انت التليفون بتاعك بيبقى سوماني النواية في نواية بتبقى شغالة على اداء معين احنا دلوقتي هنفتح النواية كلها علشان تشتغل بأعلى كفاءة ممكنة بعد كده يا صديقي الاسكريبت التاني هو خاص بمعالج السبيوع يعني بالبلد كده انت بتقسر سرعة معالج السبيوع علشان تاخد افضل اداء ممكن على التليفون بتاعك ثالث اسكريبت معنا هو سبات الفريمات الاسكريبت ده انت لو استخدمته يا صديقي مش هتواجه ضروب فريم ولا سكوت فريمات نهائيا رابع اسكريبت معنا ده يا صديقي وهو خدمات الالعاب يعني التليفون بتاعك هو مش هيبقى فلاكشب طيب الفلاكشب ده هو فلاكشب ليه علشان الامكانيات بتاعته عالية طيب دلوقتي المعالج اللي هيكون الامكانيات بتاعته قوية دي هيكون ليه خدمات تانية طيب احنا علشان نقدر نضيف الخدمات دي تنضيفها ازاي هنضفها من خلال الاسكريبت ده خامس اسكريبت ده يا صديقي والاسكريبت ده مهم جدا تقدر اللي انت تستخدمه على جميع التليفونات الاندرويد والاسكريبت ده هيحلي لك مشاكل كتيرة جدا زي تحسين جوضة الصورة وتشبع الالوان والاسكريبت السادس ده والاخير هتحلي بيه مشكلة سخونية الهاتف وهيحلي لك المشكلة ديت بشكل جزئي يعني مش هيخلي لك التليفون بتاع التلاجة لازما برضو التليفون يسخن بعد كده يا صديقي هتشوف انت عايز تحلي مشكلة ايه طيب لو الفريمات عندك بتسقط هعمل ايه هبدأ اللي انا اروح على الاسكريبت ده هضغط عليه ضغط امطوله وبعد كده هضغط على اعادة تسمية وبعد كده هبدأ اللي انا اخد الكلام ده كله الاسم بتاعه نسخ وبعد كده يا صديقي هعمل الغاء وهنا يا صديقي هبدأ اللي انا اطلع من هنا وهروح على التطبيق وبعد كده هبدأ اللي انا انسخ الاسم ده هنا زي ما انتم شايفين كده. وهنا يا صديقي هبدأ اللي انا اضغط على كلمة اوكي. مجرد ما ضغطت على كلمة اوكي يا صديقي هتبدأ تفتح لك النافذة دي. هتبدأ اللي انت تطلع من هنا. واحنا هنا مختارين تثبيت الفريمات. هبدأ اللي انا اضغط عليه ضغطة كمان. وبعد كده هضغط على كلمة فتح. وباي تطبيق فتح ملفات التكس. هتبدأ اللي انت تفتح بيه الملف ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده يا صديقي هتبدأ اللي انت تنسخ كل الكلام ده زي ما انتم شايفين هعمل تحديد الكل وبعد كده يا صديقي هاضغط على كلمة نسخ وبعد كده يا صديقي هبدأ اللي انا اطلع من هنا وهروح على التطبيق مرة تانية وبعد كده هبدأ اللي انا انسخ الكلام ده زي ما انتم شايفين كده اصدقائي وبعد كده يا صديقي هبدأ اللي انا اشوف الكلام ده منسخ بشكل صحيح ولا لا هاجي زي ما انتم شايفين همسح الكلام ده كله علشان هنا متكرر معي مرتين. وبعد كده يا صديقي هبدأ اللي انا اضغط هنا على علامة الديسك اللي فوق ديت. هيبدأ اللي هو ينحفظ معك. لو انا حابب اضيف كود تاني, هضغط على الاختيار ده علامة البلاس. وبعد كده هضغط على الاختيار ده. وهنا صديقيPLE هبدأ اللي انا اشوف انا عايز افعل ايه طاني? لوي انا عايز اقسر سرعة المعالج وحسن من معالج السي بيو. هبدأ اللي انا اخد الاسكليبتين دول يا يا صديقي زي ما انتم شايفين كده هبدأ اللي انا اضغط على الاختيار ده ضغطة مطولة وبعد كده هروح على اعادة تسمية هبدأ اللي انا انسخ الكود ده او الاسم ده بالكامل زي ما انتم شايفين كده انا عملت له قص هرجع تاني زي ما انتم شايفين انا كده اخدته خلاص وبعد كده يا صديقي هبدأ اللي انا اروح على المكان ده هبدأ اللي انا انسخه وبعد كده هضغط على كلمة اوكي هيبدأ اللي هو يفتح لك الكلام ده كله زي ما انتو شايفين كده يا اصدقائي هتبدأargentة تنسح ده كله وبعد كده هبدأ البداية لانا اطلع من هنا وهتروح على الملف مرة تانية هتضغط عليه وبعد كده بتضغط على كلمة فاتح وهنا يا صديقي هتبدأ اللي انت تفتحه باي تطبيق فتح ملفات and take care لابتعدDaycast وبعد كده هتبدأ اللي انت هتحددfor story dave كله زي ما انتو شايفين وبعد كده هاخده نسخ وهنا يا صديقي هبدأ لانا اروح على التطبيق مرة تانية هبدأ اللي انا انسخ الكلام ده بنفس الشكل ده بعد كده يا صديقي هبدأ اللي انا اضغط على علامة الدسك اللي فوق دي هتغط علشان تسيفلي الاسكريبت ده وهنا يا صديقي تقدر اللي انت تضيفهم بشكل كامل ما عندكش اي مشكلة وهقولك ازاي تفعل الحاجة اللي انت عايزة او ما تفعلهاش بعد كده يا صديقي هبدأ اللي انا اروح على التطبيق مرة تانية وبعد كده هبدأ اللي انا اضغط على الاختيار ده. وبعد كده يا صديقي عندك هنا انبوت. مجرد ما هتضغط على كلمة انبوت. يبقى انت كده فعلت الاختيار ده. وبعد كده يا صديقي هتروح على الاختيار التاني هتضغط على كلمة انبوت. وبعد كده هتروح على الاختيار ده مرة تانية. هتضغط على الاختيار اللي فوق ده يا صديقي. وبعد كده هتضغط على اوكي. هيبدأ يجيلك بنفس الشكل ده. يبقى انت كده فعلت الاسكريبت ده على التليفون بتاعك بدون ما اتواجه اي مشكلة وهتروح على الاختيار التاني هتفعله برضو بنفس الشكل ده هيبدأ اللي هو يتفعل معك بنفس الشكل ده بعد كده يا صديقي لو انت عايز تلغي اي كود من دول هتبدأ اللي انت تضغط عليه وبعد كده هتضغط على الغاء زي ما انتم شايفين كده هيبدأ اللي هو يتلغى معك زي ما انتم شايفين الاسكريبت المتفعل هتلاقي عنده العلامة الخضرة دي بعد كده هنروح نفعل الاختيار ده علشان بالفعل انا مفعله على التليفون اللي انا بشرح لكم من عالي ده بعد كده يا صديقي هضغط عليه مرة تانية وهختار الاختيار الاولاني وبعد كده هبدأ اللي انا اطلع من هنا بعد كده يا صديقي هبدأ اللي انا اضغط على الثلاث شرطات ده المرة تانية وبعد كده هروح على كلمة سيتنج بعد كده يا صديقي هبدأ اللي انا انزل لتحت شوية زي ما انتم شايفين لغاية لما اوصل للاختيار ده والاختيار ده يا صديقي مهم جدا لازما اللي انت تفعله علشان يبدأ اللي هو يفعل لك جميع الاسكريبتات طيب اعمل ايه تاني او ايه اللي مطلوب مني اعمله هابدأ اللي انا اعمل اعادة تشغيل للتليفون بتاعي مجرد ما هيعمل اعادة تشغيل وهيفتح معك مرة تانية كل الاسكريبتات اللي انت فعلتها داخل التطبيق هتتفعل معك بشكل رسمي على التليفون بتاعك طيب لو انا عايز بقى امسح الكلام ده كله خلي بالك من النقطة ديت مهمة جدا علشان لو انت مسحت التطبيق من هنا الاسكريبتات موجودة حتى لو عملت اعادة تشغيل هتبدأ اللي انت تروح على التطبيق مرة تانية وبعد كده يا صديقي هتبدأ اللي انت تروح على مدير الاسكريبتات وهتبدأ اللي انت تلغي كلمة انبوت ديت بنفس الشكل ده يا صديقي وهتروح على الاختيار التاني هتلغي برضو كلمة انبوت وهتضغط عليه مرة تانية هتضغط هنا على كلمة دليت وبعد كده هتروح على الاختيارات تانية هتضغط على كلمة دليت وبعد كده يا صديقي ما تمسحش التطبيق هتعمل اعادة تشغيل وبعد كده هتبدأ ان انت تمسح التطبيق هيتلغى معاك بشكل كامل من على التليفون بتاعك وبكده يا صديقي يكون خلصنا الشرح بتاعنا سلام